هل تعتقد استراتيجيا إيران أخطأت باستهدافها الثاني وهجومها الثاني الصاروخية على إسرائيل؟ أحمد أنا ما أعتبرها أخطأت لكن بايدا واي ترى القرار اللي إجا للرد من المرشد الأعلى فقط وليس من الدولة للعلم يعني كل القادة العسكرين كانوا غير رادين على هذا الرد ولكن المرشد الأعلى هو اللي أمر بقصفها بهذه الطريقة لأن يعرفون بأن هناك عدم كالتكافؤ بين القوى العسكرية حقيقة كانوا يردوني لهون إسرائيل بميليشيات اللي موجودة بالعراق بالحوتين بحزب الله أكثر من ما إيران أن تكون هدف لأن إيران بخلال كل الفعل اللي صار من خلال أول يوم من تشكيل حزب الله حقيقة لحد الآن إيران دائما كانت تفكر إيران العقيداتها تريد تضحي بكل إبعاد بس تبعد الشرعان هنا ما عدها مانع عن تضحي بكل الميليشيات اللي موجودة داخل العراق داخل سوريا داخل يومن داخل لبنان أن جندي واحد إيراني ما يقتل ما يقتل وهذا من وجه النظري أعظم شيء من تعبد أو تكرم أو تقيم أبناء بلدك بهذا الشكل من أجل قضية الغاية تبرى الوسيلة بالسياسة مهما تكون أعتقد أخطأت بكل تأكيد أخطأت لأن لو كان إذا كمل سلاح النووي أنا أعتقد كان مفروض ينضرب لأن إذا كملت سلاح النووي ما حد يقدر يضربك بعديا لأن الفكرة من تأسي السلاح النووي بلعب كل الدول اللي تمتلك سلاح النووي هي سلاح الردع وليس سلاح هجومي حتى ترعد الباقين من هجمون عليك أكثر من ما هو أنت تهجم أنا أعتقد أخطأت وكانت التقييم الواضح لميليشياتها أو جماعات المرتبطة بيها أكثر من ما هي بالواقع يمكن كان مثلا أحدثري أحنا الأخوة بالعراق نبالغ بكل شيء إذا عندك تضرب لك طرق عبالك عندك نووي الميليشيات العراقية حقيقة واللي أنا أعتبرهم قسم منهم مؤمنين كعقيدة وقسم الأكثرية منهم ما عنده شغل يصير بميليشيات غير رمض في لبنان نفس الشيء في سوريا نفس الشيء الحوثيين نفس الشيء أنا أعتقد قيمت أضروحها أكثر من ميليشيات العراقية ما هو موجود في الواقع لذلك قامت على هذه الخطوة وإسرائيل كانت تنتظر هذه الخطوة بجدية لأن إسرائيل تحتاج مخرج والمخرج كان هناك حرب أنا أعتبر هذا الحرب بالنسبة لإسرائيلين هو مخرج لعزلتهم مخرج لحتي يبينون قوتهم قدام الخصم أو العدو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر